اهلا بكو عزيزي طلب وطلبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني وساعة جديدة وبنجدد برامجنا معاكم ومعانا ساعة مخصصة طلبة التعليم الصناعي هيكون فيها مادة من المواد العامة اللي عندنا وهي مادة الحاسب القالي يمكن مادة الحاسب القالي احنا اشتغلنا مع بعض حلقتين في الايام اللي فاتت وكنا بنتكلم فيها عن البرامج اللي احنا بندرسها في الصف التالت وكان عندنا برنامج الأوتوكاد سواء كانت 2D او 3D وكمان عندنا كمان برنامج الفوتوشوب يمكن الجزء التاني من منهجنا هيكون الصف التالت عندنا ده صف مشترك ما بين نظامين نظام التلات سنين ونظام الخمس سنين فبالتالي بنا هنحافظ على بقدر الامكان على ان احنا نمشي بمنهج النزام النقل عشان خاطر يبقى برضو طربة النقل تكون معانا برضو وامتابعة الشغل بتاعنا لكن طبعا احنا عارفين ان في نظام التلات سنين الامتحان في نهاية العام فبالتالي ما عنديش تيرم لكن برضو زي ما قلنا احنا عندنا جزء البرنامج يكون اوتوكاد 2D و3D اتكلمنا عن الاتوكاد 2D وعرفنا ازاي نبدأ نرسم على البرنامج عرفنا واجهة البرنامج وعرفنا كمان بعض الاوامر اللي هي منقول عليها ايه لازم تبقى عارفها عشان تشتعل على البرنامج لو مش معاك المعرفة دي مش هتقدر تتواصل او تتعامل مع البرنامج اللي هي مبادئ التعامل مع اي برنامج في الدنيا حتى لو كان برنامج غير الاوتوكاد لعني لما تيجي تروح على الفوتوشوب هتلاقي برضو بتاخد المبادئ دي ليه بنتكلم عن المبادئ لان انت لما هتيجي هتشتغل كل اللي انت هتعمله ان انت هتبقى الازرار الموجودة في البرنامج ده مشابه البرنامج تاني فبالتالي هتقدر تتعامل معاه يعني مثلا ما اقول لك افتح البرنامج انت عارف ان في كزا طريقة عشان افتح البرنامج سواء كان اوتوكاد او فوتوشوب او اي برنامج تاني في الدنيا بس المهم يكون موجود عندك على الكمبيوتر ومن ان الكمبيوتر تعتبر مادة من المواد زي ما نحنقول له كده عليها الشيقة ان احنا كلنا بحب نقعد على الكمبيوتر ونشتغل عليه وفي بعض الابليكيشن برضو موجود على الموبايل يشبه الموضوع ده برضو فانت بالتالي انت تتعامل مع الكمبيوتر سواء كان على الكمبيوتر عادي او على موبايل او على اي جهاز بيشتغل برضو عن طريق البرمج فبالتالي احنا كده بنتكلم عن برنامج من برامج الرسم وبنكمل الجزء اللي هيكون معنا النهاردة وهو اوامر التعديل عشان اتكلم عن اوامر التعديل من نسبة ليه المنهج بتاعي لازم يكون عندي رسمة اكون رسمتها طبعا انا عشان ارسم رسومات على برنامج اوتوكاد لازم يكون انا عندي برضو الفكرة اللي هقدر اشتغل بيها هو انا دلوقتي عندي المادة عامة وزي ما قلنا برضو في الحلقات اللي فاتت قلنا ايه عندي تخصصات مختلفة وكلنا لما هنيجي عندي الامتحان هيقول لي ارسم في مجال تخصصك فبالتالي هو ما يهموش انت بترسم ايه لانه اللي يبقى وقف عليك اصلا مش تخصصك ما لو قفت تخصصك يبقى فيه كلام تاني لا ده وحد يكون بيد الكمبيوتر عشان يعرف خطوات اللي انت بتقديها السريمة ولا لا حاجة كده تشبه منظومة الجدارات اللي عندنا دلوقتي في تعليم الفني اللي هو انت بتنفذ مهارة انت اخدتها المطلوب منك تنفذها بالخطوات نفستها بالخطوات ومشت بيها صح فانت كده جدير بالمهارة اللي انت اخدتها وقادر ان انت تنفذها فبالتالي اتقنتها عشان نقدر نتقن المهارات بتاعتنا دي محتاجة تكرار لان طبعا الكمبيوتر بيعبارة عن اوامر متسلسلة فبالتالي خلي بالك من سلسلسل اوامر دي لان لو فلت منها امر واحد بس او خطو واحدة بس فانت الامر بتاعك في النهاية مش هيتنفذ بالظبط كده لما تكون انت لسه اول مرة تتعلم ربطة الجرافات فبالتالي هتفضل اول مرة شفتها حاولت بس ما وجدش مزبوطات تانية مرة شفتها وعلى قد ما تقدر بس مش حافظ لان فعلا لها ربطات كتير وليها اشكال كتير فبالتالي لازم تقام ركز في الشكل اللي انت بتعمله وعشان تكون شاطر في الموضوع ده بتقرره كتير فبالتالي لو رحت عند واحد صاحب مثلا مكان بيبيع كرافاتات ودته كرافاتة قلتوله ربطها هيربطها معك في ثانية لكن انت تعالى بقى خدها انت وعد اربط فيها ممكن تقعد تربط فيها شهر شهرين ومش عارف تربط او تجيب الربطة الصح فبالتالي عشان تأكد على مهاراتك لازم تكرر تنفيذ التمرين ده الغرض من المثال اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي اكد على مهاراتك بالتمرين طب احنا هنعمل مع بعض ايه هنا هندي تمرين هنشرحهم مرة واحدة زي ما احنا ماشيين كده من بداية حلقاتنا وحضرتك هتنزل البرنامج عندك على الجهاز طبعا موجود فيه نسخ فيه المدارس هتجيب نسخة من البرنامج وتأكد ان جهازك بيكون بيقدر يسطب النسخة دي فبتبدأ ان انت تجاهزها وتثبت النسخة عندك على الجهاز والتمرين اللي احنا بنفزه هتبدأ تمشي معنا خطوة خطوة طيب هتقول انا الحلقة اللي بتفرج عليها انا هتفرج ولا هتنفذ التمرين الحلقة بتنزل على اليوتيوب يعني انت في خلال يوم او يومين بعد ازاعة الحلقة او يمكن يكون في نفس اليوم ان شاء الله مع الوقت هتكون الكلام ده هتلاقي نفسك انت التمرين او المادة العلمية موجودة عندك على اليوتيوب الخاص او الصفحة بتاعتنا اللي موجودة عندنا على يوتيوب اللي هي باسم قناة مصر التعليم الفني قطاع التعليم الفني هتلاقي ان الحلقة موجودة مش حلقتنا بس ده جميع الحلقات الموجودة عندنا فتو جميعات خاصة صوت كل انت هتعمله هتجيب التاميرين اللي احدى من نفذها او الحلقة وتبدأ تتفرج على التاميرين وتبدأ تنفذ على الجهاز ممكن تفتحها على الموبايل وتتفرج عليها وتبدأ تنفذ خطوة خطوة على الجهاز يبقى عندك السماحية او انت بما يسمح لك في الحالة دي ان انت تشغل او توقف او تقدم او تأخر الفيديو ويبقى انت حر الحركة او حر الاستخدام في الفيديو فبالتالي هتنفذ الامر وترجع خطوة وتمشي معاه واحدة واحدة الغلط في النهاية انه لما اوصل الامتحان نهاية العام تبقى حضرتك بتنفذ من غير محد يساعدك لان ما فيش حد هيساعدك في الامتحانات عارفين طبعا ان الامتحانات بتاعتنا بقت شهادة فبالتالي الناس هتبقى بترايب عليك اصلا مش من مدرستك ما يعرفوكش فبالتالي هتبقى انت بعتمد عن نفسك مية في المئين بخلاف ان الامتحان هيبقى متغير ان الامتحانات انا بتمتحنه زميلك اللي جنبك شمال او يمين بيمتحن امتحن امتحن تاني خالص بينفذ اوامر شبه اوامرك اه بس بينفذ تمرين تاني خالص طيب ده اللي احنا فهمناه عشان نجهز نفسنا الامتحان تعال بقى نشوف موضوع التعديل وشريت موضفاي اللي احنا في اه اوامر التعديل الخاصة باي رسومات بننفذها على البرنامج بالنسبة ليه اوامر التعديل اللي هو شريت موضفاي هنطلع كده على اول التمرين عندنا وهو تمرين المسح او الحزف او بنسميه ارس هو اسمه كده عندنا على البرنامج لكن تعال بقى نشوف حاجة مهمة جدا الايكونة بتاعت الامر نفسها هترلقاها الشبه الالم اللي بقى ستيكة يعني هو الرمز بتاعها اساسا عبارة عن الم بقى ستيكة فبالتالي هتبقى عارف ان ده امر المسح او بيبقى شبه الاستيكة نفسها حسب الاصدارة نفسها اللي معاك او الايكونة اللي معاك فتعالوا نشوف الاوامر دي او امر الحزف بيتم ازاي عن طريق تمرين احنا هنفذه مع بعض طبعا امر الحزف او المسح ارس اول حاجة هنا طبعا انا عندي شكل مرسوم في اجزاء عايزة تتمسح منه فهتلاقي ان الامر المسح اهو الام بقى ستيكة فانا عندي جزء ده انا عايزة اشيله الخط ده مسلا عايزة اشيله وبيشيل كتلة مش بيشيل جزء فبالتالي هطلع على امر ارس هنا طبعا الموديلز بتاعه بيقوله ان هو حزف هو حزف الحمرة من هنا الخطوة الاولى بعد ما اخدت الامر بعلم على او بدي عملية تحديد على جزء اللي طالب مسحه وبضغط انتر طيب هروح تاني اجيب امر ارس انا عايزة امسح كل الكتلة دي هعمل سليكت عليها تحديد بالكامل وبعد كده انتر هتتمسح ده كده دي الخطوة الاولى الخاصة بمسح الايه بمسح اي تصميم او اي جزئية في التصميم انت خدتها او عملت بيها خطوط عندك على البرنامج ومحتاج ان انت تعمل لها عملية ايه تعمل لها عملية مسح تاني مرة تانية انا عندي تمارينة هي زي ما هي انا كله عايزة عايزة اشير خط الاخدر ده هروح على امر ارس بالماوس هضغط كليك شمال ضغط الكليك بتاعي بقى الامر الناشط عندي على الماوس بروح على الجزء اللي انا عايز اعمل له عملية الحزف هلمسه بالماوس الماوس بقى تشكله مربع بعد الاسلكت دي بضغط انتر طب انا عايزة امسح البلوك كده كله هضغط تالي على امر ارس واروح عامل سلكت على الكتلة كلها واضغط انتر الجزء ده هيتمسح بالكامل طبعا ده شريط مدوفاي اللي قدامي او شريط التعديل وفيه مجموعة من امر التعديل احنا مش هناخدها كلها هناخد جزء منها بس هناخد الجزء المهم اللي مطلوب منك في الامتحانات اللي انت تقدر تنفس به تمرين يبقى ده كده اول تمرين عندي اولوها تمرين المسح طب تمرين المسح ده انا بمسح اي حاجة موجودة عندي اه في الرسم ولا ده لمسح حاجات معينة لان انا عندي فيه تريم لسه فيه امر تاني بينظم او بينظف الرسمة امر تريم اه بيقطع اجزاء من الرسم مش بيشير كل الخط يعني انما اجيب التمرين تاني عشان اشتغل بنفس الامر اللي هو برضو بيقوم بعملية المسح بس مسح جزئي مش مسح كل زي امر ارس يبقى امر ارس عشان يبقى اقدر اميزه من اي اوامر تانية هو مسح كل مسح اجمالي للخط اللي انت هتعمل سليكت عليه لكن فيه اوامر تانية بتمسح اجزاء من الخطوط تيجي عند التقاطع وتمسح الجزء المتقاطع بس وتسيب بقية الخط كلامت احنا بنشتغلوا ليه على اوتوكاد لو انا رحت على اي برنامج تاني هتلقى ان الاوامر بتاعته بالنسبة ال اوتوكاد بسيطة ده نمرة واحد نمرة اتنين تخيل الكلام ده لو انت بتعمله على ورقة بتعمله على فرخ ورقة اللي بيحصل عندي والمشاكل اللي كانت بتقابلني زمان قبل ما استخدم اوتوكاد عشان كده يمكن احنا دخلنا اوتوكاد في عملية الرسم بس مش هو البرنامج الوحيد اللي بقى اقسام الميكانيكية معهم برامج تانية بالاضافة لي لكن تعالي على برنامج زي الاوتوكاد انت بترسم لوحة هنا وبتمسح فيها انت بتمسح على جهاز كمبيوتر فبالتالي مش هيبان اي عملية مسح سعة الطباعة يعني اثار المسح اثار الحفر على اللوحة كل الكلام ده مش بيبان بعد عملية الايه بعد عملية الطباعة لكن تعال لو انت عندك لوحة رسمة لو فرخ الورق العادي ده وانت بدأت ترسم عليه وبدأت تتحفر وبدأت تعمل شغل عليه اولا الاماكن اللي هتمسح فيها هيحصل لها عملية ايه تجريح بسبب الاستيكة ما الاستيكة بيش نعمة مية في المية ما تفكرش ان الورق هيكون مصمم انه يتحمل المسح بتاع الاستيكة او احتكاك الطبقة الكاوتشوك دي بالورق الورق عبارة عن قليات متجمعة مع بعضها عشان تظهر لك بشكل الورق اللي انت بتشتغل عليها يعيب الحسابك ان الورقة دي تشبه فبالتالي ضغطك عليها بالاستيكة بيعمل انضغاط في الحتة دي فانت طبقت اصلا الايه الورقة في المكان ده طبعا هو بشكل غير ملحوظ يعني الشخص العادي مش هيبقى شايف اللي احنا بنتكلم فيه لكن الشخص اللي فاهم هيفهم ان الجزء ده حصل فيه مسح طبعا ده احنا زي ما قلنا ان انت بتعمله على اللوحة ده في ناس تانية بتاخد من وراك بتنفذ فبالتالي لازم لوحتك تبقى نظيف عشان كده دايما في المدرسة او حتى الناس اللي بتدخل كلية بتشتغل على الجزء الخاص بالرسم الهندسي او الرسم الفني بيبقى دايما المدرس او الدكتور اللي موجود في الجامعة بيبقى بيأكد ان لازم اللوحة تبقى نظيفة يعني في بعض الاحيان بيحصل قطع للوحة اول ما تكون شكلها سايق ليه لان انت ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا ما انتش متخيلها يعني انت خيل انت مثلا لو مصمم معماري فاللقطة اللي انت عملتها في المسح دي هتبقى تأثر على مكان في عمود من الاعمدة اللي هتتبني في المبنى فبالتالي اللي بينفذ ده ما تفكرش ان هو فاهم زيك ده بيعتبرك انت العلامة لان انت المصمم فبالتالي انت قعدت في مكتب مكيف ورسمت الرسمة وفي ناس تانية قاعدة في الشمس بتنفذ الرسمة اللي انت تعبت فيها فبالتالي هم معاديناك في مكيف ليه او معاديناك في مكتب كويس ليه عشان تطلع بتصميم سريم طب انت غلطت غلطة اللي وراه ينفذ الغلطة هو فاهم ان انت فاهم مفيش حد فاهم زيك فبالتالي الخط على لوحة الرسم له حساب ده طبعا في المباني طبعا في الاجزاء الميكانيكية وفي رسمها بيعمل مشاكل طبعا على الماكينات بس بقدر الامكان انت بتحاول تكون دقيق فعشان كده بنلغي الورق خالص ونقول احنا بنشتعل على الوتوكاد او البرامج المشابهة ليه في عمليات الرسم الايه الرسم الهندسي طب تعالي بقى نكمل بقى ونشوف امر تاني من اوامر التعديل عندنا وهو الامر التكرار الموازي او الازاحة يعني ايه تكرار الموازي؟ يعني تكرار الخطوط انا هرسم خط وعايز هرسم خط حواليه بالزبط فهننفزه عن طريق التمرين ده اقضي امر افست امر التكرار الموازي اقضي ده الرمز بتاعه بضغط عليه وباجي على الشكل اللي انا عايز اعمله عمليه التكرار بعمله ايه؟ كده انا جاهز كده خلاص المواز الشكله تغير بقى امر بضغط انتر وببدأ اعلم على الدايرة وابدأ ابعد عنها شوية كده وضغط كليك شمال لو ضغطت مرة تانية بيكمل معايا ايه؟ كمان مرة بيكرر كمان مرة فوق الايه الدايرة هنا اقدرت ان انا اعمل ايه تكرار طول ما المواز او طول ما المؤشر بتاعي عليه علامة المربع دي بقى هو ناشيت عشان يقدر يعمل ايه؟ يعمل الامر او ينفذ الامر بتاعي بقى انا كلها هعمله هاجي كده على امر افست هضغط على الامر فيه شريط مدفاي او شريط التعديل هاجي على الدايرة هنا طبعا هنا بيقول لي ايه؟ اقرأ هنا بيقول لي انت عايز تعمل ايه؟ فيه امر بتكتب معايا انت عايز تعمل تكرار تقول له اوكي فبتضغط هنا على الدايرة وتبعد عنها المسافة المطلوبة هنا بيزهر لك المسافة اللي انت هتبعدها فبتضغط كمان انتر بالماوس فيبدأ ينقلك ويبدأ يكرر لك الخط دايرة فوق دايرة فوق دايرة كلام ده كانت ميزة في البرنامج ده او ميزة في الامر ده ان انت لو رسمت مجموعة خطوط مثلا وعايز تعمل وانت بتبني مبنى مثلا يمكن احنا بنتكلم دايما على العمارة طبعا احنا مش تخصصنا لكن هم نتكلم على العمارة لان اصلا البرنامج كان مصمم لتنفيذ رسومات معمرية فهي الاقرب في التنفيذ او الاقرب في وضع الامثلة فبالتالي الراجل بتاع العمارة دا بنى او عمل خطوط خارجية للمبنى بتاعه عايز يعمل حساب لسمك الحجر اللي هيتبني به المبنى عايز يبعد مسافة معينة بعيدة عن الاوتلاين الاساسي بتاع التصميم ويقول ان السمك دا هيكون سمك الحجارة او سمك الطوب اللي هيتبني به المبنى فبيعمل الخط الداير حوالين التصميم بتاعه بيبعد عنه بازاحة معينة هنا بيطلب منه الازاحة فانت بتقول له اوكي فبيقولك طب انت عايز الازاحة على كام لو انا كنت كتبت له مسافة للازاحة كان قبلها مني ورح حط الدايرة في المكان الجديد بتخيل بقى هو بني مبنى بالكامل وعايز كل الخط الخارجي يبعد بمسافة معينة فكل اللي بيعمله انه هيطلع على الامر قفسد عشان ينفذ الامر بالشكل المطلوب يبقى هيعمل حساب لسمك جزء موجود فين في المبنى طبعا عشان يعمل الحساب ده محتاج يعمل عملية تزليل وتهشير واحنا خدنا تزليل وتهشير فين في الحلقة اللي فاتت فيه اوامر الايه الرسم تعالوا نشوف بقى الامر التريم والامر التريم ده امر تهزيب الرسم وده الامر اللي بقص فيه بعض اجزاء من الخطور انا مش بقص الخط بالكامل زي امر ارس لا ده انا بقصص بعض الاجزاء تعالوا نشوف كده اللي هيحصل في الرسمة دي جبنا نفس الرسمة وده امر تريم هنلاحظ انه هو عبارة عن خط عادي وورا خط نقط وعليه سلاش ميلة كله هعمله هاجي هنا على الجزء ده انا مش عايزة اشير الخط انا عايزة اشير الجزء ده بس وهنا برضو لما اجهي اشتغل هشير الاجزاء البرزة دي بس فبالتالي كله هعمله ان انا هروح على امر تريم وبعد ما اخدته بقى مع المؤشر بتاعي هعمل سليكت على الجزء اللي انا عايزة اشتغل عليه واضغط انتر وبعد الانتر هاجي بالماوس هيبقى شكله متغير بشكل مربع كده وواجه على الاجزاء اللي انا عايزة اعمل لها عملية الحزف هعود اصقص فيها بالشكل ده يبقى هو هنا شال الخطوط الزيادة وساب الخطوط اللي داخل ايه انت قاطعه مجاش ناحية القطع هاجي هنا على امر تاني تاني عملت سليكت على الشكل كله وضغطت الانتر بتاعتي واجه على الطرف ده واروه ضغط عليه هيشيل الخط الزيادة البارز فوق الايه فوق الدايرة طب هو ليه استخدم الامر ده لان انت ساعت وانت شغال بتستخدم خطوط مساعدة فعايز بعد ما تخلص الرسم بتاعك تعمل ايه تشيل الزيادات بتاعتك فبالتالي لازم يطلع على امر تعمل عشان يبدأ يقطع الخطوط لو انا كده علمت على الخطوط كده مفيش حاجة هتتشال لازم اعمل سليكت على الرسمة كلها كده مفيش اي حاجة بتتشال انه معي الامر بس مفيش حاجة بتتنفذ يبقى نمرة واحد هاخد الامر نمرة اتنين هعمل سليكت على الشكل كله اللي فيه التقطوعات بتاعت الخطوط اللي عايز اشيلها نمرة تلاتة هاجع على الاجزاء اللي انا طالب قطعها بس وهبدأ ايه وهبدأ اشيلها وانت شغال كده لو شغال على الاصدارة عالية زي اللي معانا هتلاحز ان فيه اوامر مكتوبة عندك فين على الشريط الرمادي ده وانت بتعمل عملية المسح حينها بيقول لك سليكت او حدد الجزء اللي انت عايز تقطعه فبالتالي لو انا كنت حددت من الداخل كان شلل من الداخل وسابل لبرة انت بس بتقول انا عايز اشيل ايه بالتالي الامر كل مرة انت بتيجي تنفذ لازم تروح واخده مرة تانية مع كل شكل سليكت على الشكل بالكامل وتعالى بعد ما تضغط الانتر بتاعتك سليكت على الجزء اللي انت عايز تحزفه او عايزت ايه تشيله وانا كده ضغطت انتر فبيقول لي سليكت على الجزء اللي انت عايز ايه تعمل له عملية القطع من الخط الاساسي بانا كده عملت تنظيف للرسمة بعد ما انا استخدمت خطوط مساعدة خطوط مساعدة دي ممكن تكون مسلا خط تنصيف او اقواص تنصيف بعد ما خلصت انت مش عايز الاقواص انت عايز تشيلها فبالتالي هتبدأ تنظف الاقواص بتاعتك عملت خط امتداد عشان تساعد في عمل خطي او عمل تقاطع جديد فبالتالي بعد ما خلصت محتاج تشيل الخطوط دي لان انت لو سبتها اللي هيحصل زي ما قلنا من شوية اللي بينفز تحت في الشمس هياخد الشغل اللي انت عامله عشان عارف ان انت راجل مهندس وشاطر وبترسم كل حاجة صح فهينفزها زي ما انت كتبته او زي ما انت رسمته اللي هيحصل مشاكل بعد التنفيذ مين صاحب المشاكل هتلاقي حضرتك لان انت اللي صممت وانسيت تشيل خط معين عشان كده لما في عمارة لقدر الله بتقع بيحصل ايه مش بيجيبوا صاحب العمارة اللي هو بناها بيروحوا الاول يشوفوا المهندس اللي صمم التصميم هل في مشاكل في التصميم ولا لا ممكن يكون في مشاكل في الخمات بس اللي صمم كان شغال صح ولا لا عشان كده برضو بنلقى في بعض المشاكل مثلا في السيارات حصل تصميم لجزء معين في العربية مثلا وليكن في تسل عربية فكان في مشكلة في ترسم التروس او مشكلة في اطارة من الترات اللي راجبة فيها فبالتالي بتسمع دايما ان في شركات سيارات بتستدعي بعض السيارات اللي هي انتاجتها موديل مثلا معين عشان بيعنده مشكلة في التصنيع عيوب الصناعة ممكن تكون سببها تصميم حضرتك لجزء من الاجزاء اللي موجودة في العربية اللي انت في حد تاني بيشتريها اللي هو لو خدها واستخدمها ممكن تكون خطر في استخدامها فبالتالي الخط زي ما قلنا له حساب خلي خطك وانت شغال له ايه له حساب طب تعالوا كده نكمل برضو ناخد امر تاني من الاوامر وهو امر الانحناء امر الانحناء ده بيبقى معمول لو انت عندك زاوية وعايز تدورها وده هنقوله ونشرحه بعد ما نشوف تنفيذ الامر بيتم ازاي هنا طبعا ده الامر بضغط عليه او بديله وكليك عليه وباجي عن الخطوط اللي انا عايز اعمل لها تدورها للزاوية بتاعتها هنا الزاوية مدببة فانا كل اللي عايزه وانا اخدت الامر وباجي هنا على الخطوط اللي انا عايز اعمل لها التدوير بضغط على الخط الاولاني ان انا هبدأ منه الشغل وزي ما قلنا دايما تابع الامر المكتوب هنا هنا بقول select first object يعني اضغط على الجزء الاولاني او او دي بقى انت ممكن تكتب بقى فبالتالي هنا بقوله انا ده الخط الاولاني فبيقولي طيب وبعدين second ده الخط التاني فهنا هتلاحظ انه ممكن يقولي ايه طب انت عايز نص الكتر كام فببدأ هنا بقى اكتب نص الكتر فين في شريط الرسمي بتاعي هكتب هنا اهو ان انا عايزه دوران هكتب هنا ال R بتاعتي على اساس ان هو نص الكتر وضغط enter تلاحظ طبعا الشريط كتابة الاوامر وهنا هكتب نص الكتر اللي هو كتابته خمسة وضغط enter كده انا بقى معايا اه قوس بنص كتر دايرة اه خمسة ملي مثلا فبالتالي هنا هبدأ هطلب term امر القطع يعني دول تلات خطوات بيتعملوا عشان اعمل التدوير كده انا اشتغلت term وهروح هنا هبدأ اعلم على الخطين هلقى القوس نزل واول ما خدت القوس عملي ايه قطع لجزء الزيادة طبعا هنا تنفيذ الامر هنا بالشكل ده مهم جدا قبل ما نكمله هنرجع تاني ليه بسرعة كده هنقول لي هنا ايه اه ده انا هنا خدت الامر لاحظ اللي هيحصل انش خطواتها كتير الامر ده خطواته كبيرة هنا قال لي اتعلم لي او سلكلي على الخط الاولاني وبعد كده سلكلي على الخط التاني سلكت على الاولاني وسلكت على التاني بعد ما خلصت الكلام ده بيقول لي ايه هضغط enter يبقى هنرجع تاني نعمل سلكت على الخطوط انا لسه ما دغطش على نوع على الخط بقول لي سلكت object تمام فانا هختر او سلكت فيه first object هروح على الخط الاولاني هضغط عليه واروح على الخط التاني هضغط عليه كده ما فيش اكواس طلعت طب هنا بقى هبدأ اكتب في شريط الاوامر تحت لاحظ شريط الاوامر عشان هو الاهم دلوقت في المرحلة دي هبدأ اكتب اول امر عندي انا عايز R لو انظام الدايرة بعد كده هيقول لي طب المقاس كام ان لو نص القطر بتاعك او اللي انت تشتغل عليه فبكتبه خمسة فبيقول لي طب انت محتاج ان انت تقطع الزيادات بعد ما نرسم القوص ولا لا فانت بتقول لنا محتاج term فبتكتب له T فبالتالي اول ما انت بتضغط له enter بقولك طيب انت هنشتغل كده على term طب يلا شوف ايه اعلم على term واضغط الenter سعملنا سلكت على term وضغطنا الenter بتاعتنا واروح على الخط واروح لامس بس الزاوية اللي عندي وتلاقي الزاوية دورت الامر كده ما هو مخزن على البرنامج فانا بالتالي لو روحت على الشكل اللي جانبيه واختارت نفس الامر هلقى انه هينفذ معي على طول من غير ما امشي بالخطوات اللي فات فبالتالي انا اقدر اعمل الجزء ده لو انا همشي بنفس الخطوات نفس المقاسات على كل الشغل بتاعي بعملهم مرة واحدة واروح طالع على الزاوية كلها اللي فيها مشاكل وهتتقطع بنفس الدوران ونفس قيمة الدوران اروح رايح عليها ومقصاصها كلها بنفس الايه بنفس الايمة طيب هو الامر ده يفدني في ايه في الطبيعة يفدني مثلا لو في حرف طرابيزة قدام مثلا زي الطرابيزة دي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل انت لو جيت تسند عليها بايدك كده وكانت الزاوية اللي هنا دي مدببة هيحصل مشاكل خصوصا لو في استضام ما بينك وما بين الطرابيزة لو انت بتتحرك وخبط فيها دي لو سنها مدبب هتعمل فيك اصابة طب لو سنها دوراني انا خلاص كسرت الدوران اللي فيها فبقى الجزء ده اللي هو الحرف المتقاطع ما بين الجزء القايم والجزء اللي هو الافقي والرأسي فينا التقاطع بالزاوية بتاعته دي القايمة انا هدوره خالص وهخلي الزاوية دوران الدوران دوت هيخليك انت لو خبطت فيه ما فيش اي تأثير لان هو هياخد الشكل بتاع جسمك او مش هيديك التأثير بتاع لو كان السن مدبب طب لو كان السن مدبب هيتعامل معك وكأن سكينة بالزبط يعني مثلا لو انت تخبطت في حرف مدبب ممكن يحصل لك قطع اما الخط الدوراني ده هتطلعز كل الترابيزات او حتى لو بتركب اي مواصلات عامة هتلقى كل الاماكن اللي ايدك بتيجي عليها مدورة او واخد جزء دوراني فبالتالي ده هيساعدك ان انت ايه ما يحصلش معايك استدام بالتالي هتلاحز كده حتى الشكل العربيات او شكل البساط هتلاحز حتى ان الزاوية بتاعت الاركام بتاعتها الاربعة اللي هي بتبقى في زاوية المربع بتاعنا لو شغلنا او فكرنا في ان شكل الاوتوبيس مثلا مربع هتلاقي ان الحرف بتاعه مش مدبب لو مدبب حتى لو هيخبط عربية مش هيخبطها خبط عادية ده هيخلص عليها لكن لا هتلاقي دوران فالدوران ده حتى في الاستضامة بيكون احنش كتير جدا من لو كان مدبب فبالتالي امر التدوير بيعمل لي معالجة للمشاكل دي على التصميمات فبالتالي نخلي بالده برضو من الاجزاء دي طب مش ده برضو الشكل الوحيد اللي فيه بيحصل قطع ده فيه قطع تاني كمان هناخده نظام الشطف شطف الزوايا هو يشبه امر تدوير الزوايا بس هنا الشنفر ده هيبقى خطوط ميلة مش خطوط دائرية طب ما انت هتقول كده هيبقى بدلا ما يبقى فيه زاوية هيبقى فيه زاويتين آه تعالوا نشوف الاول التصميم ونتكلم على المشكلة الزاوية والزاويتين ونقول ده باستخدام فين هنا طبعا امر الشنفر ده الامر اللي قبل الامر بتاعنا اللي كنا شغالينه حالا دلوقتي هضغط على شنفر كده الامر بقى معايا هنا ب 고لي ان هو هي هتسمني زاوية بالشكل ده واجي على الخط الاولاني اللي هو first line هبدأ ان انا اعلم عليه وادى عليه select وهنا هكتب المسافة بتاعت الميل بتاعتها انا هنا طلبت خمسة وهاجي هنا على الخط التاني هعمل select عليه وهكتب مقاس تاني وليكن مثلا تلاتة مثلا ادي مسافة خمسة لان انا بقول له ايه من الزاوية هنا ابعد خمسة ومن الزاوية هنا ابعي التلاتة. وهضغط الانتر. كده بقى الامر معايا وجاهز. هروح بس على الخطين. وهقول له ادي الخط الاولين اللي انا طلبت منه خمسة وهذه الخط التاني. بعد بالمسافة اللي كانت ايه اللي انا طلبتها. وعملي زاوية الميل المطلوبة. طب تعال ننفذ الكلام ده على زاوية ميلة قوي بالشكل ده. هنروح برضو على الخطوط. انا كده خدت الامر بتاع شنفر معايا. وهاجي هنا اقول له ايه الخط الاوليني خمسة. والمسافة التانية هتكون تلاتة. بيقول لي ايه سلك على خط الاولين اللي انت عايز عليه الخمسة. ادي الخط الاوليني ودي التلاتة. واول ما بيكون بيخلص بروح عامل لي ايه ترم لي الجزء الايه الزيادة. طب ايه الفايدة? ما انت قلت من شوية ان اللي انا بعمل الزاوية المدورة بدورها عشان لو حصل استضام ما بينك ما بين الاجزاء دي. طيب وانت دلوقتي عملتها خطوط ميلة طبعا انت بقت بقت ما كان في زاوية واحدة بقى عندي زاويتين. هقول لك ده له وظيفة وده له وظيفة. امر التدوير ده بيبقى على الاماكن اللي بتستطدم بها اجزاء ايه اجسام البشر. فبالتالي او حتى اي اي اجسام. فبالتالي بيبقى مدام هي قريبة من الجسم بتحاول ان انت ايه تدورها. اما الامر بتاع الخط الميل اللي هو شنفر ده مش بيتعامل ليه الترابيزات مش هتلاقي ترابيزة مشتوفة. لكن هتلقى عصب في آآ الترابيزة مشتوف. لو جيت مثلا بسيت على زواية زواية التقاطع ما بين الارجل وبين سطح الترابيزة هتلقى ان في زاوية ميلة. الزاوية الميلة دي بتترسم بالشكل ده. اللي هي تقاطع الزاوية دي بتبقى اسمها عصب. فبالتالي ممكن تلقاه في مبنى ممكن تلقاه في آآ آآ زواية خشبية تقاطع الزاوية الخشبية عشان يحافظ على ميل الزاوية حافظ على الزاوية تفضل زي ما هي قايمة. دي نظام تقوية. في الحالة دي انا مش هستخدمه كتصميم اساسي ده انا هستخدمه حشوات للتقوية. زاوية لتقوية الميل. ده بنشوفه مسلا فيه شكل زي زي شكل القرانيش اللي موجود عندي في المباني. بس ده مش معناه انه هو بيتصمم كده. انا بقول لك بيشبه اه وجودها. مش بتتحط بالشكل ده. فبالتالي هتلا مسلا لو انت قاعد فيه اه غرف مبنية من الخشب. وده بنلاقيه مسلا فيه الغرف التبني. فيه الاكشاكل بتاعت المهندسين فيه مناطق العمل. فبالتالي هتلقى السقف عشان يكون مزبوط الزاوية بتاعته. فبتلاقيه حاطة ايه عصب من داخل الزاوية بيحمل السقف. ده مثال صغير لكن هي لها استخدامات كتيرة جدا بس ده اعرب مثال يكون قريب منك عشان اقدر اوصفه لك. هو بيجي على الزاوية القايمة ويروح عامل زاوية قطع ميلة. زاوية القطع الميلة دي بتشيل الجنبين الزاوية العدلة اللي فوق واللي تحت. ممكن يسيبها زي ما هي زاوية ممكن يقطعها. وساعة القطع برضو بتبقى برضو ليها ايه? ليها تصميم. المهم انت بتستخدم الامر ده في ايه? هو ده المطلوب. انت بتوظف كل الاوامر اللي احنا بنتعلمها مع بعض حسب استخدامك انت وحسب ما انت ناوي تشتغل. قدرت ان انت توصل بالشكل بتاعك وبالتصميم بتاعك للهدف اللي انت طلبه. يبقى انت نجحت في الجزئية دي. طيب هنيجي بقى نشوف اوامر تانية معنا برضو من اوامر التعديل. تعالوا نشوف امر جديد وهو امر تمديد العناصر اللي هو هيعمل لها عملية مطاطية. طبعا ده اسمه. آآ هنطلع نشوف الامر ده. والامر ده في ميزة حلوة. انت لو رسمت مجموعة خطوط والخطوط دي بعد ما انت رسمت. لقيتها مش طايلة بعض. فانت هتمطها او هتطولها شوية على وضعها. هنيجي هنا على الامر بتاعي. ضغط عليه وبقى هو الموجودة عندي في المؤشر او الماوس بتاعي. وهاجي هلمس الخط الاولاني. انا كده هو الامر معايا. هاجي على الخط التاني. وهبدأ طبعا زي ما انا قلت دايما تابع الامر المكتوب عندي في الخط الرمادي اللي ماشي على الماوس. هلمس بس الخط رقم اتنين. هيتمط او هيطول. هو هنا بدايته زي ما هي ما اتغيرتش. كل اللي حصل انه طول شوية. طول عن طريق الايه? انه طريق الامتداد او عن طريق المط او عن طريق الفرد. لكنه فضل زي ما هو بنقطة البداية بتاعته. كل اللي حصل الخطين دول يترسموا. بس بعد ما انا خلاص التصميم لقيت الخط ده قصير. فبيجي عن الامر اه بتاعي. اللي هو امر تمديد العناصر. واروح اه ضغط عليه بمؤشر بتاعي. هاجي هضغط على الخط بتاعي الاساسي. ببقى الخط اللي لونه احمر. وهاجي هنا على الامر على الخط التاني. محتاج طبعا انه اضغط انتر. بعد ما اضغط الانتر هروح على الخط اللي انا عايز امده. وهلمسه بالماوس بس هضغط كليك شمال عليه. هيتفرد معايا وهيلمس الخط التاني وهيوصله لبعض. يبقى الامر ده بتعمل عشان اطور. يعني كان في الامر المضاد ليه ان انا بمسح الخطوط الزيادة. هنا لا ده انا بزود الخطوط اللي عندي عشان توصل ليه التقطع بتاعي. فبالتالي خلي بالك زي ما فيه مسح فيه تطويل. ده فيه امر تاني امر مطاطية. ده فيه امر تاني اسمه امر تجميع. كل الاوامر دي موجودة عندي فين? في شريط التعديل. يبقى اسمه شريط التعديل او امر تعديل عشان انا بغير فيه شكل ووضع التصميم اللي عندي عشان اوصل به للهيئة المطلوبة. ليه? عشان انا اكون صمم شكل اقدر اتعامل به مع الناس اللي هتنفزه. فبالتالي بلاحظ وانا شغال كده محتاج ادوات مساعدة. ادوات مساعدة كان بتنفزها الاستيكا كان بينافزها قلم كان بينافزها اه ادوات كتير جدا من المساطر اللي موجودة عندي. لا اصبح ان البرنامج عندي بيقوم بالعمليات دي. طبعا احنا مزلنا قاعدين بنرسم في رسوماته دي لان عندنا جزء كبير شغالته دي. طبعا مع السري دي هتبقى في موضوع مختلف جدا ويكون اجمل كمان في التعامل مع البرنامج. فبالتالي انا هنا عندي بتكلم على اوامر اه تعديل الرسوم اللي احنا بنكمل بنكمل في الجزئية بتاعتنا اللي احنا بنكمل اشتغلنا عليها وكانت الجزء اللي هو مسلا زي تفكيك الكتل. تفكيك الكتل او التفجير ده. ده امر من الاوامر اللي هو بيجيب لي مربع مسلا انت رسمت المربع ده طبعا هنشوف في المسال اللي معانا طبعا بامر اكسي بلود. ادي مربع. المربع ده انت رسمته عن طريق شريط الرسم واختارت رسمة مربع. انا بقى مش عايز مربع كده ده انا عايز اقطع المربع اخد ضلع ضلع. فاجعا اكسي بلود كده ده امر التفجير بتاعي. واعمل على الشكل بتاعي. واجي هنا بقى همسك ضلع ضلع كده اسحبه. المربع يتفكك من بعضه بقى خطوط منفصلة عن بعضها. هقدر اسحب الخطوط عن بعضها. فبالتالي ده مسلا لو انت بترسم حجرة من الحجرات كراجل في قسم عمارة. فبالتالي هتيجي عند جزء معين فيه تقطع. وتيجي تاخد الامر ده. وتيجي تسحب الخطوط اللي انت عايز تقطعها وتبعدها عن التصميم. كده انا قاعد باسحب الايه الخطوط او الاضلاع زي ما انا عاوز. اقدر اعمل فيها اللي انا عايزه. فبالتالي ده امر تفكيك للايه ليه الكوتر. الكل اللي انا عملته ان انا رحت على الامر بتاعي هنا. ده الامر اكسي بلود. عملت السلكت على الشكل. انا كده خدت الامر على طول مش محتاج سلكت على الخطوط. كده الامر هو آآ ناشط على المؤشر. فياجي هنا على اي ضلع انا عايز اعمله تفكيك. هضغط بس على الضلع. واسحبه بعيدة عن المربع اللي انا عمل. طبعا الكلام ده ينفع فيه المضلعات. لكن ما ينفعش في الدوار لان الدايرة عبارة عن دايرة متصلة فما يفهاش خطوط متقاطعة. هنا هو قدر يفك لاني عندي تقاطع. فبالتالي التقاطع ده بيدينا خط منكسر فهو هنا شغال على الخطوط المنكسرة. فبالتالي بسحب الاضلاع وابعيدها عن اماكنها. ده طبعا بيساعدنا وانا هصمم حاجة فوق حاجة. وبيساعدني في حاجات كتيرة جدا. طبعا انا عارفين البرنامج فيه امكانيات كتيرة. يمكن احنا. واحنا بنعلمكم مش بنستخدم كل الامكانيات بتاعت البرنامج. احنا بنستخدم بعض امكانيات البرنامج عشان تعرف المبادئ. احنا ما زلنا بند مبادئ في البرنامج. ما رسمناش تمرين كامل لغاية دلوقتي. طبعا قدام شوية ممكن على الحلقة الجاية نبدأ نرسم تمرين كامل. ده طبعا هتلاحز ان هو اه بتستخدم فيه بعض بقى الادوات اللي احنا اتكلمنا فيها. مش كل الادوات برضو. فبالتالي احنا كده بنعدل في بعض الرسومات عشان خاطر نوصل بالاشكال بتاعتنا زي ما احنا قلنا بشكل كويس. زي ما قلنا التنفيذ بتاعي بيحتاج تعديل. دايما بيحتاج بعض التعديلات. فبالتالي تنفيذها هنا في البرنامج يكون اسهل. فعلوا بقى نشوف امر تاني من الامر هو مط العناصر. يعني ايه مط العناصر. يعني اه العنصر انت رسمته. بس مثلا هو الحيز اللي تحط فيه حيز صغير. انا عايز اكبره كده. عايز اعملو زي الاستك. بالضبط الامر ده بيخليلي كل الخطوط بتاعت اللي موجودة عندي في الرسمة اللي انا صممتها عبارة عن استك. افردها ولمها وجمعها. واعمل فيها اللي انا عايزه. كده انا في الحتة دي مش هكون ملتزم بالمقاسات الموجودة عندي. خط الطول ضلعه عشرة سنتي فبالتالي ده انا في الامر ده هخليه اتناشر هخليه تلاتاشر مع الفرد واللم في في الامر اثناء اه تنفيذه. طبعا امر من الاوامر الكويسة عندي وتعالوا نشوف بيتنفز ازاي. هنا انا عندي مربع واروح على امر ستريتش. نلاقي ايكون انا ضغطت عليها حالا. واجي هنا على ال اوبجيك بتاعتي بعمل له سيليكت. وبعد ما عملت سيليكت بتغط الانتر بتاعتي اصبح ان حصل كده خطوط حصلت كده او علامات بدأت تظهر عندي على المربع. هبدأ امسك منها المربع وابدأ ان انا افرده. ده كان مربع في ضلعين عندي كبره. هجعل ضلعين التانين هغير وضعهم. برفعهم. كده اللي كان طوله عشر سنتي على طوله كان خمسة سنتي بقت الاطوال بقت عاملة زي العجينة في ايدي. انا بفرد في الشكل زي ما انا عاوز. هقدر اعمل كده تاني مع الشكلة طبعا. وهكزا. فبالتالي اقدر اعمل تشكيل للخط كانه زي العجين في ايدي بس عن طريق البرنامج. طبعا انا لو نفست البرنامج او نفزت حولت انافز. حاجة زي كده على الطبيعة مش هتتنفز. ادي المربع تاني وهدي امر هاجي هنا على المربع بتاعي او الشكل بتاعي واعمل له واول ما اضغط هيتحول هيبقى فيه نقط. عشان امسك منها الشكل بتاعي ابدأ اضغط عليها بالماوس. همطرق كليك شمال. وابدأ افرد فيها بالوضع اللي انا عايزه. طبعا ده هينتج لي اشكال مختلفة عن الاشكال اللي انا رسمتها في الاساس. وهديني حرية تغيير المأسات بتاعة الخطوط بتاعتي. ده طبعا هيخلي الشكل مختلف وهيخليه يتجمع في اماكن اه او يظهر باوضاع تساعدك على ان هي تركب في التصميم. احنا بنعمل الشكل ده او بنستخدم الشكل ده او الامر ده. في بعض الاحيان بيبقى تصميمك اللي انت عملته كبير او صغير عن الهيئة او الجزئية او العنصر انت دخلته في التصميم. طبعا عندنا التصميم عبارة عن مجموعة بتتجمع من عناصر مختلفة جنب بعضها. فبيديني تصميم. تصميم ده ممكن يكون مسلا شكل اه من الاشكال الهندسية. فانت عندك جزئية انت عايز تعمل التماس ما بين الشكل اللي انت عامله والتصميم الاساسي. فانت بتروح حاطة التصميمين على بعض او الشكلين على بعض وتبدأ تعمل عميلة الفرد. عشان تأفل الاجزاء اللي ايه الحالك. عشان تعمل الكلام ده محتاج اه خطوط لينة. مين اللي يعمل لك خطوط لينة? هو امر مين اسمه حتى يعني مطاط. مطاطية. فبالتالي بتقدر تجمع شكلين على بعض. تقدر تفريدهم. تقدر ترجمهم. تقدر تعمل اللي انت عايزه في التصميم ده طبعا برضو من الاوامر اللي هلنشتغل فيها على البريانيك بتساعدنا اكتر. طب تعالى بقى نغير حجم العنصر. يعني نغير حجم العنصر. يعني مسلا انت رسمت خط طوله عشرة سنتي. بس لما جيت ترسم انت عايز تكبر كل خطوط الرسم وتخليها بنسبة اكبر من النسبة اللي عليها. ممكن تغير كل الخطوط ممكن تغير خط واحد. فبالتالي انت في النوع ده من الاوامر تقدر تغير كل الخطوط او تقدر تغير خط واحد. بس انت لو جيت تغير كل الخطوط ممكن الخطوط تركب على بعضها. فبالتالي عايز اه وانت بتنفذ الامر ده تكون حازر. انت بتكبر ايه بالضبط? تكبر الشكل كله ولا بتكبر خطه معين. تعالوا نشوف تنفيذ الامر ده بيتم ازاي طبعا تغيير حجم العنصر لو امر هنا انا عندي خط والخط ده مكتوب عليه تلاتين ملي مسلا. فانا هاجي هاجي هنا على الامر وهاجي اعمل على الخط وانا طبعا كتبنا التلاتين عشان تشوف فرق طول الخط. طبعا الخط ده بيكبر ويصغر مع الخط انا بغير حجم ده. مش بغير حجم ده. فبالتالي لما الخط الاساسي بيكبر او بيصغر المئياز بتاعه كامل بيتغير. فبالتالي انا هنا بكبر بس انا هنا بكتب له ايه? بقول له نص في المية. او خمسة من عشرة. خمسة من عشرة ان خفضوا لي لمقدار النص. فبالتالي الخط اللي كان طوله تلاتين وصل لطول كام? خمستاشر. هنا بقى انا هنا هكبر وهصغر بطريقة تانية. انا هنا عايز الخمستاشر ملي دول يكبروا بمقدار واحد ونص. ادرب واحد ونص هتدين اتنين وعشرين ونص. هنا اكبر لي الايه? المئياز اللي هو الخمستاشر بنسبة واحد ونص. واحد ونص يعني خمستاشر. ومعها كمان سبعة ونص فبالتاني ايه? اداني اتنين وعشرين اه سنتي ونص. يبقى دي طريقة التجبير او تغيير حجم العناصر. وطبعا زي ما احنا شايفين كده احنا حطين اه ابعاد عشان نشوف مقدار التغير في طول الخط الاساسي اللي هو الخط ده. فبالتالي ان هنا اعمل سلكت واطلع على الامر بتاعي. الامر التكبير والتصغير. واجه هنا هشتغل بالنسب اللي هو طلبها مني. فهنا هنا بقول لي انت عندك حرية. ممكن تزبط على الشكل اللي هو بيكبر وبيصغر قدامك. هقول له لا انا عايز اكتب بنفسي نسبة التصغير فانا هكتب هنا نص فيديني خمستاشر. هروح تاني هضغط على الامر. وهقول له لا طبعا المرة دي بقى عايزه يكبر بمقدار واحد ونص. انت وانت بتحسب معي هتفهم ان هو فعلا كبر بمقدار واحد ونص. هنا طبعا ليك حرية التكبير الفري او الحر. لكن انا هنا حبيت اقايد نفسي واكتب لا انا عايز اكبر عن المقاس الطبيعي بمقدار واحد ونص. فاكبر للخمستاشر بمقدار واحد ونص. فبالتالي هو نسي موضوع ان كان فيه تلاتين على الخط من الاساس. طبعا احنا كده برضو مازلنا في اوامر التعديل وبنكمل تعديل برضو على التصميمات بتاعتنا. طول ما انت بتشتغل على التمرين بتاعتك. بتكرر تنفيذ التمرين التمرين او المعلومة عندك بتثبت. انت كده بتفهم ان الاوامر دي مخصصة لايه? لتعديل الرسوم. بتغنيك عن ايه? بتغنيك عن الاستيكة. بتغنيك عن المساطر الكتير اللي باحجام واشكال مختلفة. بتغنيك عن استخدام المصدر حرفتي طبعا احنا عندنا وكنا بنشوفها كنا بنحلم ان احنا نمسكها زمان قبل ما ندخل التعليم الفني او قبل حتى ما ندخل الكليات هندسة. المصدر حرفتيه من من الحاجات او الادوات اللي كانت مهمة عندنا ان احنا نشوفها. فبالتالي وجود برنامج زي ده خف استخدام النوع ده من الادوات هتلاحز ان بس طبعا هي المشكلة مش هتقدر تروح بالكلام ده لامتحان لان في بعض الاحيان بيبقى ملزم انك ترسم على ورق. لسه مما قدرناش نحنا نغطي عمليات الرسم عن طريق الكمبيوتر بالكامل في كل المؤسسات بتاعتنا. فبالتالي لسه موجود استخدام الورق. لازم تكون بتشتغل على الورق برضو. بالاضافة للايه? للايه البرنامج. ده بالنسبة للمدارس. لكن بالنسبة للكليات طبعا الموضوع ده انتهى وما بقى مفيش استخدام آآ شامل للادوات كتيرة دي. بقيت دايما التصمامات بتتم على اوتوكاد. هو البرنامج الاساسي في الكلية هو الوتوكاد. عشان برضو اللي بيحلم ندخل كليات هندسة. فبالتالي هتلاحز ان انت بتشتغل عليه. فبتنفذ كل الاوامر بتاعتك عليه وبتنفذ تصماتك عليه. بتروح تطبعها في الاماكن اللي بتطبع آآ نظام الوتوكاد طبعا هو بانت في الطباعة برضو بتتحكم ده هنشوفه من التمرين بتاعتنا لما نوصل لمرحلة الطباعة. بس انت تقدر تتحكم فيه انه يطبع على ورق صغير. لكن لو انت عايز تطبع على آآ لوح الورق الكبير او فرخ الورق الكبير احنا آآ بنشتغل عليه لوال متر في سبعين ده. بتقدر تصمم او تجاهز برنامج بتاعك انه يقدر يشتغل على المساحة دي. وساعة الطباعة بتقوله اطبع للمساحة دي. بنفس مقاييس الرسم اللي عليها. فبالتالي بتقدر تطبع على البلوتر الكبير ده نفس حجم الورقة بنفس الشكل الطبيعي بتاعها فبالتالي بتظهر معك بالشكل الطبيعي. تعالوا بقى نكمل برضو تاني معنا في اوامر التعديل ونشوف لو عندي خط وعايز اقسمه. انا عندي خط رسمته وخلي بالك بقى الخط ده بي احنا خدنا التمرين ده في سنة اولى. انا عندي خط طوله ما ينفعش يتقسم. يعني مسلا قلت لك خط طوله سبع سنتي قسمه لي على تلاتة هتعرف? لو ضربت على الالة هيديك مسلا ارقام كده وكسور. يعني اتنين وكسور. اتنين وكسور ده انا هعمل بيها ايه? طب الستة انا عارف انه كل اتنين سنتي هقسم. طب السبعة هقسمه ازاي تلات اجزاء? ده هيديني اتنين وكسره. جزء من الكسر كمان. فانت مش هتعرف تقسمه. هو الوع عملية عندنا احنا بنشتغلها عندنا في الرسم الهندسي. لكن على البرنامج هنا بقى لما جا قسم حاجة زي كده. هعملها ازاي? ده اللي مهمة عندنا وعايزين نتفرج عليه دلوقتي وعايزين نشوفه بيتنفذ ازاي? تعالوا ننفذ اه اه امر او اه تمرين تقسيم الخطوط لاجزاء معينة. طبعا هو هيديها لاجزاء متساوية. فبالتالي ده هيكون مطلوب. امت بنستخدم الامر ده? بنستخدمه لو انا عندي مساحة من الخطوط او طول معين. مش قادر اقسمه. مش هنفع اقسمه اصلا حتى لو ضربته على الالة الحزبة وطلع لي اجزاء من الملي. فبالتالي وانت بتقسم بايدك اه في جزء اكبر من جزء. لازم. لان انت مش بتحط العلامة على الملي بالزبط. لان انت بتيجي عند الملي اللي بعديه. بتيجي عند الملي اللي قابليه. فبقى اجزاء من الملي طايرة منك. فبالتالي لو انت بتصمم جزء من قطعة غيار هتركب في مكنة واشتغلت بايدك. لما تروح تشتغل على الطبيعة على المخرطة او على الجزء اللي هو هيصمم لك القطعة دي. هتلاقي ان في تفاوت في المأساة. سببه ايه? ان انت مكنتش دقيق في واضع العلامات. طب مين هيساعدك في واضع العلامات بدقة? البرنامج. فبالتالي هنطلع على البرنامج عشان نقسم الخط المستقيم ونشوفه بيتقسم ازاي? تعالوا كده نشوف اول خطوات التصميم بتاعي. وزاي ما احنا شايفين كده منطقة العمل بتاعتنا. هنلاقز ان عندي هنا خط. الخط ده محتاجين نقسمه. هنقسمه ازاي? اول حاجة. هبدأ ادور على العلامة الاول هختار علامة من العلامات. واضغط اوكي بعد ما اختارها. هاجي هنا على الخط المستقيم بتاعي. انا هنا هطلع طبعا على قائمة درو. وهدور على امر بوينت. واختار ديفايد. وهاجي هنا على الخط اللي انا عايز اقسمه. وهاجي هنا هطلب عدد الاجساء. هاجي هلمس الخط ويروحهم قطعه لي تلات اجزاء زي ما احنا شفنا. تاني نعمله كمان مرة تانية بالراحة عشان خاطر طبعا الخط احنا اتكلمنا واحنا شغالين. فبالتالي ما شفناش الامر بتاعي على طول. هنرجع بس خطوة معلش. هنشوف هنا الخط الامر هو بيتنفذ مرة تانية. الامر طبعا من الاوامر المهمة عندنا. هاجي هنا على الخط المرسوم عندي. واضغط على فورمات. واجي هنا هختار بوينت ستايل. هختار شكل للبوينت اللي انا هقطع بها الخط بتاعي. هختار اي شكل انا عايزه. اختارت الشكل ده. واضغت اوكي. كده الامر النشط هو الدايرة اللي عليها علامة الاكس. هاجي هنا عند الخط اللي انا هعمله عملية التقطيع دي. وانا عايزه تقسم اجزاء. هطلع على درو. قائمة درو. وهنزل ادور على. واختار ديفايد. واجع الخط بتاعي هلمسه بالمؤشر بتاعي. هيقول انت عايزه كم جزء. لو كتبت مية جزء هيقسمونك مية جزء. انا هنا قلت له تلاتة بس. فقسم لي تلاتة. لما جي حط النقط لو لاحزنا ان هو حط نقطتين. مش حط تلاتة. التقسيم هنا مقصود بالمسافات الموجودة. ادي مسافة. ادي اتنين. ادي تلاتة. فبالتالي هيقسمه لي تلاتة اجزاء فحط لي اتنين او نقطتين ما بين التلاتة اجزاء بتوعي. فبالتالي لو عمل لي مية جزء فبالتالي هيحط لي تسعة وتسعين نقطة. عشان طبعا التقسيم بتاعي يكون ايه? مزبوط ده كان امر التقسيم. تعال بقى على امر التاني اللي هو يلي على طول هو انشاء البلوك او انسيرت بلوك. الامر ده بيجمع لي اكتر من رسمة مع بعض. تعال نشوف. انا هنا عندي الدايرة ومربع. ادي هنا امر الانسيرت بلوك. هنا طبعا عشان اشتغل او اعمل بلوك بتاعي. لازم اسمي البلوك بتاعي. انت عايز تعمل بلوك ايه? فانا هنا باختار اسم البلوك. هنا طبعا ده الشكل بتاعنا نكنسل. بس عشان نقول لكم ان انا هنا في الحالة دي قبل ما اعمل البلوك. انا عندي الدايرة دي كانت تتحرك لوحدها. والمرابع تتحرك لوحده. انا هنا عملت سليكتا على اتنين. هنا بيقول لي ده البلوك بتاعك اللي انت هتشغله. تحب تسميه ايه? فانت بتسميه اسم تقدر تشغله معاك او تقدر ترجع له تاني وبهتسميه دي. وهتخليه اه بنفس الاوامر المطلوبة او العلامات الموجودة. كده اصبح عندك الدايرة مع المربع. لو جيت تحرك المربع الدايرة هتتحرك. لو جيت تحرك الدايرة المربع يتحرك. ده الغرض من عمل الايه? البلوك. يبقى انا هنا بستخدم امر بلوك او امر انسرت بلوك. عشان خاطر يكون عندي كتلة اقدر احركها. طب انا بستفد فيها ايه? لو انا مسلا بالاقسام العادية او المعمرية او ايا كان. استفاد ان انا اقدر اتحرك. طبعا همننفز هنا الامر تاني بسرعة. انا طبعا مفيش اي بلوك ظاهر عندي. فبالتالي هنا الامر غير ناشط. طبعا انا هاجر على طول وهعمل cancel. عشان خاطر ايه? اقدر انا انشئ البلوك. عشان انشئ البلوك لا يجب اعمل select على الشكلين او الجزئين او العناصر اللي انا عايز اعمل لها كتلة واحدة. واروح على insert block. هل ان الاشكال متجمعة عندي في موديلز صغير عندي. هدى اسميها وديها رقم او اسم D1. وهطلع على طول على اوكي. او ما اضغط على اوكي. كل طبعا الoptions نسيبها زي ما هي. هقدر انا اسحب الشكل من مكان لمكان. بس في الحالة دي المربع مع الدايرة بيتحركوا. الكلام ده بينفعني في ايه? بينفعني لو انا عملت تصميم فيه عناصر كتير جدا. انا عايز انقل التصميم ده وكرره. عايز اتحرك بيه. عايز انقله من مكان لمكان. فبالتالي هو متكون من كذا عنصر. فما جيش عن العنصر. وبص هلقا المسافات ما بين العناصر اتغيرت. ده انا عايز اكرر. فانا عايز المربع مع الدايرة هنا واحطوا نفس المقاسات الناحية التانية. طب لو انا رسمتهم وانفاصلين عن بعض. اولا عملت كبل الدايرة في المكان. وكبل المربع في المكان التاني. وجيت اقربهم من بعض. حلق المسافات ما بينهم من بعض بدأت تتغير. فبالتالي عشان اشتغل صح. لازم اخد الكتلة دي على بعضها. وانقلها من المكان ده احطها في المكان التاني. ده الغرض من استخدام الامر insert block. يبقى انا كده عرفت مجموعة من التامرين خاصة باوامر التعديل او شريط مضفاي عموما. المرة فاك كنا بنتكلم عن الرسم. يبقى ان شاء الله اكيد المرة الجاية هنبدأ نستخدم او ننفذ الرسمات. بس هيكون معنا. ازاي نكتب على البرنامج الاول. ازاي نعمل اه نكتب اه تايتل او نكتب اي كتابة على البرنامج كعناوين وغيره. طبعا ما بحتاج احط بعض الدلالات على الخطوط او الرسمات بتاعتي. ازاي نعمل عملية الطباعة بعد كده نرسم التامرين بتاعتي عشان نشوف ازاي اقدر ارسم. طبعا في جزء ده هنفذ تمارين كتير جدا عشان اوصل للرسمة. ازاي ما احنا ماشيين بننفذ خطوة خطوة زي ما احنا شفنا بالشكل اللي كان معنا. طبعا احنا محتاجين ان انتو التنفذة اوامر كتير. وطبعا اه التابعة التامرين اللي احنا بنعملها. ولو في اي خطوة مش واضحة تبعطلنا على الحلقة بتاعتنا في اي تعليق موجود سوى حتى على الحلقة على يوتيوب او على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. وان شاء الله هنرد عليكم بنفسنا وننفذ ازاي طبعا في النهاية طبعا وقتين نخلص معاكم بسرعة. شوفكم نشارك في الحلقات الجاية وإلى اللقاء.